النمسا تقدم تسهيلا خاصا للنازحين الأوكرانيين لمنحهم بطاقة روت فيس روت ده يعني تقنين خاص للأوكرانيين حتى يمكن فتح سوق العمل لهم عن طريق البطاقات دي وإن كان الأعداد اللي دخلت سوق العمل النمساوي من الأوكرانيين مقارنة ببعض الجاليات الأخرى اللي موجودة على أرض النمسا الأوكرانيين لهم حفظ الأسد يعني هذا الموضوع بصراحة يقرأ بعدة أوجه أستاذ ممدوح أولا هذا القرار بصراحة فيه شيء من التمييز هذا رقم واحد هذا يوجد فيه شيء من التمييز لازم يشتغلوا 12 شهر بعدين يحصلوا على الروت فيس روت هي الإقامة الأوروبية المدة خمس سنوات أعتقد صح زيد الكريم مقريبا يمكن بس لا تقل عن ثلاث سنوات أما غيره لازم يشتغل 21 شهر 21 شهر يا سيدي الكريم يعني سنتين إلا شوي لازم يشتغل ويقدم وحتى أنه فعلا يقدر يحصل على هاي الإقامة البطاقة بطاقة الروت فيس روت نعم فبالتالي لماذا يدعم الأوكراني فقط يعني عن غيره هذا سؤال بصراحة هذا سؤال هذا سؤال يجب على السيد مارتن كوخر وزير العمل أنه يجاوب عليه لماذا على النازح الأوكراني اللي هو نازح في فترة تالي الحرب أنه فعليا منح هذا الاستثناء وإن كانت الأسباب واحدة أي نعم بالتالي أسباب واحدة هذا هو هارب من الحرب وده هارب من الحرب نعم وهذا أيضا يعطينا مؤشر آخر على أن النمسا تريد ماذا؟ الاحتفاظ بهذا الأوكراني هنا في النمسا تريد الدماء الأوكرانية الدماء الأوروبية بشكل أو بآخر أن هي تكون موجود في النمسا يعني بقول لك بكرة انتهت الحرب في أوكرانيا انتهى الموضوع بغض النظر مين هزم مين؟ مين ربح مين؟ كذا الروسي الأوكراني كذا بقول لك هذا بده يترك ويرجع بقول لك لا أنا بحاجة هذا الشخص إذن هذا ماذا نقرأه نحن؟ نحن نقرأه على أنه اعتراف مباشر من النمسا أنها تريد عاملين تريد أجانب تريد أشخاص موجودين هون في عم تشجعهم تمام؟ أي متعندك نقص في سوق العمل على المستويات كافة فلماذا تشتكي دائما من اللاجئين وبدنا نوقف لم الشمل وبدنا نخفف المساعدات وا 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 لا استثمري بالإنسان استثمري بالإنسان يا هالحكومة يا سيد مارتين كوخر اعمل على الاستثمار بالإنسان إن كان هذا الإنسان من أصول عربية أو مشرقية عفوا أو من أصول الكفاءة أنا من رأي الكفاءة هو الحكم الكفاءة نعم وبعدين يقلل المساعدات فعلا عشان الناس تلجأ إلى سوق العمل نعم أنت عندك نقص على المستويات كافة في جميع المجالات نعم كل المجالات فيها نقص سواء الصحية البوصلات نعم كله فيه نقص نقص نعم 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 نتمنى أن يكون هناك شيء من المساواة في المعاملة حتى لا يكون هناك زعزعة للسلم الاجتماعي داخل الدولة مياه بالمياه